يحمل اسم وطنه معه اشتهر بالشاعر الشعبي وبكتابة أغاني أشهر المطربين العرب وله مع بعضهم قصص نجاح ومع آخرين عبر وحكم ضيفنا اليوم الشاعر العراقي كريم العراقي نغم صوتك سحر وعيونك عيون أو جمالك أحلى من كل ما يكتبون أهلا بكم في هذه الحلقة جديدة من السؤال الصعب أرحب بضيفنا اليوم الشاعر العراقي كريم العراقي أهلا وسهلا بك وحمد الله على السلامة وشرفتنا بوجودك في برنامج السؤال الصعب شكرا كثيرون لا يعرفون بأن كريم العراقي يخوض معركة ضد المرض غبط طويلا عن منابر الإعلام عن منابر الشعر لأنهم لا يعرفون هذه الحقيقة إن شاء الله ستنتصر على السرطان بعده هل سيعود كريم العراقي نفس الشخص الذي كان قبل تجربته مع المرض؟ طبعا المدخل جميل جدا رغم هذا المرض وقساوته أنا ما أحس نفسي ولا أحس نفسي انقطعت أطلاقا معاناة كبيرة لكن محبة الناس كانت أكبر كان دعمهم أكبر على كل المستويات لدرجة أنه قمت استمرت أكتب قصائد سميتها على سرير الأمل وأنا في مريض يعني صبحت عندي الآن مجموعة اتجاوزت الأربعين قصيدة كلها صبر وأمل وقاق قسم منهم للحب لكن أيام تجيني مريرة جدا هنقطع شوي ما أحس نفسي انقطعت على اتصال ومستمر بالكتابة لكن مش الأول كتابة أكثر تجربة أكثر مرارة لكن أكثر قرب وصدق وكشفت لي وبينت لي تجربة مضافة جميلة جديدة أرحقك المرض؟ أي طبعا أكيد ماهو سهل اطلاقا ماهو سهل يغير كثير من الأمور النظرة للحياة يعني الصحة عزيزة جدا غالية ما اكتشفت أن الصحة عزيزة إلا بعد هذه التجربة المريضة؟ أي والله أكتشفت أكثر أكثر من هذا الشغلات سهلة وبسيطة كنت يعني أنا ساعات أدخل غرفتي لأقرأ ما أطلع إلا ساعات الآن صرت مهدد ما عدي نصف ساعة بين عيوني وبين آلامي الأخرى وبين التزاماتي الأخرى وبين عزلتي اللي أجد رهين المحبسين المعاري نحن رهين المحابس الثلاث والأربع كورونا زائدا أنه ما في ممانعة ما في مقاومة عندك داخل جسمك وعدي من الاختلاط والحركة صعبة فعموما تجمعت لكن من هذه التجربة يعني من هذا الألم تطلع كثير أمور جميلة وفعلا يعني محبة الناس اللي طلعت كانت هي الجزء الكبير بالشفاء كريم العراق الذي اشتهر بقصائد عديدة من بلد فيه كان الكثير من الشعراء لكن هناك من يقول بأن الشعر في العراق خف وهجه كيف ترد على ذلك؟ أبدا 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 ما خف وهجه أبدا في تألق أنا في زيارات مستمرة للعراق وفي مواصلة للجيل الجديد من الشعراء في توهج كبير يعني لكن من سوء حظهم بهذه الظروف في منحنيات مرت سيئة يعني انعكاسا للظروف السيئة اللي عاشها العراق تطلعت أغاني هابطة قصائد سيئة لكن موه هذه الحقيقة لو دخلت بالعمق أنا جلست جلسات مباشرة يعني في بغداد وفي البصرة في المربد وفي مشاركات بأربيل معرض الكتاب وفي الأنبار كلها زرت أنا في هذه السنين وشفت شعراء وجيل رهيب كيف نولد وكيف بهذا العمر يخلق الصور الفنية المذهلة لكنه بس اللي يؤخذ عليه سوداويت القاتلة القاتلة أحيانا نقول أعطيهم الحق وين الفرح يلقوا وين يتجه لا ماء لا كهرباء لا أمن ما يحس كل شي حواليه محطم يعني حضرتك السيد كريم العراقي أنت ليس مع رأي الشعر العراقي سعدون قاسم سعدون قاسم انتقد قبل فترة مستوى الأغنية نعم وكلمات الأغاني وشعر الأغاني وقال بأنها تشكو من إسفاف ومن هزال ولا يوجد في السحة الغنائية يعني إلا أغاني قليلة الجودة أنت ما بتوافقه لا لا أوافقه في جانب كبير السنوات الأولى طلعت أغاني وسيل من الأغاني مخجلة مخجلة لا حياء فيها ولا التزام ولا أي شيء لكن مرور السنوات بدت تطلع طاقات جميلة اللي غطى الأكثرية الآن اللي مغطى هو إيقاع وما لها علاقة بالشعر وعبارة عن تدوير لأغاني قديمة أغاني قديمة يأخذون مطلحها ويعيدون عليه وبعدين القصيدة بها عشرين وزن داخل وزنها يجي الملحني يسوي جملة يتبع الشعر بما يكتب هذا جانب كبير لكن أنا أغاني الأقلية الرائعة الموجودة عندنا شعراء وملحنين وأصوات رائعة اللي يعني أستاذ سعدون قاسم الشعرنا الجميل الرائع والتحية إلى في كثير من الصحة صحيح لأنه سنوات مئات القصائد لكن الآن بدت تتغربل الآن هذه السنة بدت تصفى خاصة مع هذه البرامج عراق آيدل وعرب آيدل بدت تتبلور وتصفى وتطلع أصوات من هذا الركام التراكم هذا الكمي يطلع جودة نوعية متفائلين فيها متى كانت أخر مرة زرت العراق؟ من سنة ونص قبل المرض الانطباع اللي أخذته من سنة ونص قبل انتشار فيروس كورونا وقبل إصابة حضرتك بالمرض شكراً ونطباع مؤلم جداً يعني مؤلم جداً يعني أكثر الرائعين الشعراء من هدباء وأصدقاء فقد نهم قبل الأوان بسبب الظروف الغير الصحية غير الملائمة في ظروف تعيسة وصعبة لكن هذا ما نسانا جلساتنا الحميمة بالمقاهي القديمة وناسنا اللي عندهم ما زالوا متمسكين بالأمل هو حطام نكذب على نفسنا نكذب على نفسنا أنا طلعت بها بقصائد مؤلمة لكنه فرحتي بأصدقائي القدامى ببعضهم المنتبقى منهم حياً مشت هذه المور لكن الوضع إحنا محكومين بالأمل لكنه الوضع ما هو كذلك إذا سألتك كشعر أنا أعرف أنك أنت يعني لا تحكي في السياسة كثير ولكن الشعر مرآة المجتمع مثل الأغنية نعم ما السبب أنه وصل العراق إلى ما وصل إليه اليوم هذا هو هذا السؤال الصعب جدا هو السبب الناس تشوف ما يحصل بس قول متى المنجى متى الأمل يعني بصراحة أنا عاجز أمام هذا السؤال لأنه فيه مداخيل وحديث كثير بس أنا الأمل أرسمه في قصيدة أقول فيها ضاقت علي ضاقت علي كأنها تابوت لكن ما يأبر رجاء يموت والصبر يعرف من أنا منذ الصبا وشم له في أضلعي منحوت الصبر يعرف من أنا منذ الصبا وشم له في أضلعي منحوت وأنا الذي سرق اللئام دفن اللئام منابعي وطوا يدي بسحره هاروت أرأيت حيا ميتا متماسكا أرأيت حيا ميتا متماسكا متفائلا وله الأمان قوت هذا أنا سرقت شبابي غربتي وتنكرت لي أعين وبيوت يا مسعفي لو في الخلاص مذلة دعني عزيزا في العرين أموت يا ناثر الأوهام فوق جراحنا وخيبتاه إذا الأوان ويفوت أنا نخلة الفردوس جف فراتها وأنينه وأنينها مكبوت علم أنا والريح باسة هامتي من باركة الريح كيف يموت فرج عسير فرج عسير والولادة صعبة ما عاد يشفع للصبور سكوت أنا كبرياء دولة منكوبة متحفز بركانها المكبوت أنا أنا من أنا صبر عسر ضياع ما شاء الله يعني قصيدة تعبر فعلا عن الكثير من الأوجاع متعلقة بالعراق وما شاء الله عليك ما زلت تكتب شعر على الرغم من هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها في مقاومة المرض وتمر بمرحلة يعني دواء الكيماوي ومع ذلك تكتب هذا الوقود الشعر أحيانا يصير هذا يدفع القوة والأمل هذا يخليني أقوى أكثر على الأشياء على الخلايا اللي ما حركتها على المسافات اللي ما وصلتها وصلتني إلى محبة الناس لو شايف دفع الناس كل يوم واتصالاتهم بصراحة فاق الخيال الناس أعطوني أكثر وما أنا أستحق مع كل قصيدة مع كل همسة مع كل شي مر من الماضي فأنا مدين لهؤلاء والمحبتهم يعني ما زلت أكتب بكل سلاسة أنت فتحت موضوع سأسألك في الجزء الثاني من البرنامج حوله تحدثت عن من سندك لكن بالتأكيد هناك من لم يسندك في هذه المرحلة دعنا ننتقل بك إلى الفقرة الثانية من البرنامج أستاذ كريم العراقي يا أهلا أهلا بكم من جديد إذن إلى برنامج السؤال الصعب ضيفنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع الشاعر العراقي كريم العراقي أهلا وسهلا بك مرة أخرى كنت تحدث عن من وقف إلى جانب كريم العراقي في محنته هل وجدت الدعم نفسه من الفنانين الذين غنوا لقصائد وأشعار وأبيات كريم العراقي نعم وجدت الدعم الرائع الجميل من الذين كتبت لهم والذين لم أكتب لهم في دعم أكبر من الخيال في ناس أولا بدأ بالكبار من الرؤساء ووزراء وبعدين اختلط بالفنانين بالأدباء بالشعراء في ناس ما عندي علاقة فيهم أطلاقا لكن تعرف أحيانا نعرف المبدعين نعتبرهم أصدقائنا يمكن فنانين وأدباء وشعراء ورسامين ورياضيين نعتبرهم منتمين إنا لأنه نعرفهم وضعفونا هذه الفرحة والبهجة في حياتنا فيكونون أصدقائنا فيجتني رسائل ومكالمات من أسماء وأدباء وشعراء ما أعرفهم وقفة لا أنا ممتن منها فوق فوق ما أستحق أليس هناك فنانون يعني من تجاهلوا مرضك في هذه المرحلة لا توقعت أنه يتصلوا فيك وما اتصلوا فيك هذا ممكن بس وين تبرير رسالة فضيلة شكواك للناس يا ابن الناس من قصة ومن من الناس صاحن ما به يسقموا يعني ناس عدتها مشاغلها وبيعتها همومها وحتى بصراحة أنا ما أريد أخذ الموضوع أكثر من طاقته انتشر الخبر مرتين ثلاث بعدين حتى من كثر ما أقدر أريد على التليفونات عبرة والمئات قمت أطلع كل جلسة كيمياوي أقول أصدقائي وأحباي قطعت مرحلة والآن عندي الجلسة السادسة أو السابعة وأشكركم وما يعني عندي وقت حتى الرد على المكالمات فأريد ما يتعبون نفسهم أيضا يعني يكفيهم هاي الكورونا منتشرة والدنيا ومشاغلهم يكفي أنه كل يوم إحنا واحد موجهين عليه رسائلنا واخبار له لكن بالعكس أنا ممتن ممتن للكثيرين أما يبقى كم شخص ما انتصل فهذا موضوع معذور معذور يعني بتسامحهم أو مع ظروفة يعني أنت ما بتجامل في هذه النقطة كما يقول البعض أنه ربما أنت لا تريد أن تغذب أحد أنه بتجامل بهذا المرحلة صح أنا مجامل من الطراز الأول يعني هذه معروفة عني ما أحب أكسر وأجرح إنسان إطلاقا هذه الصفة موجودة قبل المرض أو ربما اكتسبتها أكثر بعد هذه التجربة المريرة التي علمتك أنه أشياء كثيرة في الحياة ما لازم الواحد يضيع عليها طاقته لا هي موجودة عندها الصفة قبل المرض لكن زادت بعد ما شفت أن الحياة مليئة بالآلام يعني في ناس ما تقول يعني تخفي بدواخلها في ناس من النوع اللي ما يتكلم ما يشراح أحزانها أو ما عندها القدرة أن يقولها فيه كبرياء فيه عفة فيه كثير أمور ونلوم الناس ونعطيهم حقه طيب أنت كان عندك تجربة طويلة مع العديد من الفنانين من بينهم الفنان كاظم الساهر نعم يعني أكثر من 130 قصيدة غنالك نعم لماذا كاظم الساهر بالتحديد استحوذ على أكبر كم من أشعار كريم العراقي لهذا أسباب إلى أنا تقريبا كل الفنانين المطلبين العراقين كتبت لهم من الجيل عدا هذا الجيل الجديد طبعا هذه السنوات الأخيرة لكن ظهور كاظم كان ظهور مميز وأنا ولا يوم رديت فنان لو مبتد أو شاب أو كبير أو صغير أو عربي أو أي من أي مكان أبدا إطلاقا أنا أستجيب للكتابة شروط ما عندي معينة بس أحيانا أحيانا جدني قليلة يعني فلما ظهر كاظم وبدت بداية الأولى بال86 كنت أنا مختص بكتابة مقدمات المسلسلات في العراق التوتر أو التايتل أو الجينيريك إلى عدة تسميات وطلب مني زميل الفنان كاظم وإحنا كنا في مرحلة العسكرية أنا أخصه بمقدمة مسلسل فكان ونجح المسلسل واستمرت العلاقة وبعد نجاحها كان وفي ووجه لي الدعوة إلى عمان كان ما عندنا طريقة يامل للحروب والحصار بس الأردن فوجه لي الدعوة على أساس أبقى أسبوع وذهبي الأسبوع استمرت فوق العشرين سنة فصارت هاي الألفة والسفر هاي الأسباب مع بعض ونادرا ما يسافر أحد بديك الظروف فسافرنا مع بعض شفنا دموع بعض وفرح بعض وصدمات بعض وحاملين وطننا معانا فمشت الموال القصيدة كثرة الحديد تتبغدد علينا عيد يعني صديق الدرب صديق الدرب صادت رحلة طويلة شفنا بيها من الصفر من الصفر شفنا بيها مصر وكتبنا المصر شفنا المغرب شفنا الإمارات وهكذا وتنوعت التجربة وصلت بين الموال بين القصيدة بين ما زلت تدعم الفنانين أو الشعراء المبتدئين في العراق المبتدئين ما عادوا يحتاجوني في هاي السنوات ليش؟ لأنه صار توجه آخر غير طريقتنا واللي ذكر شاعرنا سعدون قاسم هو هذا السبب إحنا نشأنا نبحث عن الصورة الشعرية عن الموضوع يعني أنا من ضمن الملحنين مثلا نجيبها مثال نأكد برأي شاعرنا من الملحني الشباب الجدد قال أستاذ أنت مجيل اللي نتعلم منكم أريد أخذ منك كم عمل هو ملحن الآن ضارب مع الشباب فجلست معه شفنا إحنا نلتقي بأمور ونختلف في أمور مثلا قال أنا عندي أريد منك مجموعة قصايت غنائية لكن أريد تكتب لي فقط المطلع المذهب وأنا أكمل عليه بعدين يطلب مني إيش أريد قلت له أنا ما أعرف عندي الأغنية وحدة موضوع مهما كانت بسيطة مثل سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكان يبقى سلامي يبقى شوق ويبقى تحية ها حبيبي تبقى مثل ما هي منادات لحبيب أنت أغضبت وزعلت إلى أن توصل إلى قمة الشفافية بأن ترضى الحبيب هذا اللي زعلت عندي موضوع عن الأغنية بس الشباب لو تشوفينها بداخل الأغنية عشرين موضوع يعني مسلوقة شعر مسلوق قول الله ما نقول مسلوق بس النهل لأنه خاف يزعلون نقول له أنت دائما الجديد وحارب لا لا هو مش قضية زعل السيد كريم العراقي أنت بما أنك من أهم شعراء العراق والعالم العربي أنت ممكن توجه ممكن تصوب الخطأ وجهت وقلت وقلت رسالتي في أكثر من اللقاء يعني هذا اللي يصير بس بدأ يخف هاي السنتين الأخيرة بدأ يطلعون شعراء شباب عندهم وحدة الموضوع ومطربين كذلك الآن عبارة عن إعلانات يعني موجود إنه كأن ما تتكلم عن إعلان لحاجة معينة للسوق وليست أغنية فيها رسالة إنسانية نحن نشانا على أن الأغنية عندنا رسالة إنسانية فيها هدف بما أنك تحدث تحدث عن الإنسانية يعني تزعل كثير أستاذ كريم العراقي حين ترى بأنه شعب العراق هو شعب لاجئ يعني جزء كبير من العراقيين الآن لاجئون في المهجر في الدول الأوروبا في البلاد المتحدة في مناطق في الدول العربية تزعل أن تشوف وضع العراق وصل إلى هذا الحد أنا شفت وكتبت مباشر سؤالك هذا بالأمس رأيته في دائرة الهجرة بالأمس رأيته يتقدم الطابور المتعب الجروح المتعب الجريح مدمن الحروب رأيته ورآه كل الناس تقدم العراق حاملا أو راقه تقدم العراق طالبا مرحمة اللجوء صار العراق خارج العراق مخلفا وراءه النيران والدخان مخلفا وراءه جمجمة الحضارة يا نار قلبي نار سعفة نوبا تشبوا نوبا تطفى قطعوني من نخلتي بالسيف وعلى جمر سجاني تدفة النار صيح وأهلي طرشان صرخت غريب بحضن منفى الراعي باع الغنم للذيب والنهر جاع وأكل جرفة يا صدق ما صدق بعد بيك بطل بطلوا دول غير حرفة أعطشوا بيتي نهر أعروا بلادي ذهب أشحذوا أنا الملك أنقادوا أنا السبع أنداسوا أنا الغضب إيش عندك بعد يا عجب يا ما نزفنا دمه ويا ما كتمن غضب كل شدة لها فرج ما تموت ما تموت لا يا شعب هذا العراق هذا العراق الله جمع بيه رمضان والمندى والقداس طاه ويسوع عرب أكراد أديان قوميات أجناس يا أبو بكر إشهد يا عثمان يا عمر يا العادل يا فاروق يا أبو الحسن يا علي الكرار يا أبو حنيفة يا قيلاني أرمني القوش يزيدي ابن تركمان وبني آشور عائلة وحدة وعائلة وحدة ونوم الحبايب راس ضم راس قولوا عود صلينا الوطن من شر كل وسواس خناس غني يا أم الولد غني غني دي للول ودي للول مغول سلمون المغول دي للول دي للول غالي الوطن يموى ودي للول تفرج يوبا تفرج يوبا تفرج يوبا شمارة عادة الطول ما شاء الله صوتك حلو صوتك جميل الله يخلو وانت عبرت عن الجرح اللي ربما في قلب كل عراقي ننتقل بيك للفقرة الثانية من أو الأخيرة من برنامج السؤال الصعب فقرة العد العكسي الأخيرة على طول على طول شبت الوقت كيف بيمروا معانا بسرعة شو هذا للمنجا يوم هذو أهلا بكم إذن في الفقرة الأخيرة من برنامج العد العكسي سيكون لديك أستاذ كريم العراقي دقيقة أو أقل الإجابة عن كل سؤال نحن سريعين في البرنامج ريتم سريع ريتم شبابي سيد كريم العراقي سعدون الجابر أم ماجد المهندس أم كاظم الساهر أيهم أقرب إليك والله صعب ثلاثتهم بالقلب ثلاثتهم في القلب كل واحد في مكان أقرب واحد صعب صعب مثل ما تقولي أولاد مثل ما تقولي أخوان ما صعب ثلاثتهم في القلب محبين راقين رائعين وافتن إلى أبدعهم طيب يقال بأن صيتك في العالم العربي ذاع بسبب أغاني غناها كاظم الساهر لحضرتك هل توافق؟ أي لش لا بالحكس قصيدة بصوت كاظم تعادل عشر دوامين شعر لكن أنا ما خليت هذا لأنه كاظم غنى لشعرات كثيرة وغيري اعتمدت على كوني شاعر وأقمت الأماس الشعرية في البحرين وفي عمان وفي الإمارات في كل إماراتها وفي مصر وفي حتى السويد وحتى في برلين هذه لازم تكون شعرة أنا سعيد بها أسأل سؤال آخر عني ليش أطلع في أغنية أنا مع كاظم بتتبغدد علينا أطلع صديق إلى كون بارس ليش؟ لأنه أنا جزء منها طلعت قبل مع كاظم قبل أربعين سنة وأنا صغير مع فؤاد سالم بأغنية عمي أبو مركب وهي كلماتي وأنا مقدور صياد معه وأنا صغير قبل شوية عرضتوا لي أول أغنيات أول قصيدة بحياتي بالتلفزيون هذا ما تعنيني التسميات بمعنى ورحت المهم أنا أستمر والمهم شو وجودي عندي الناس وين وصل بأي بيئة لأي مكان طيب بداياتك كانت مع الفنان سعدون الجابر نعم لماذا لم يستمر هذا التعاون كما رأينا في تعاونك مع كاظم الساهر ظروف الحياة كانت أول أنا بديت قبل الفنان الكبير سعدون جابر الأطفال أكتب أول أغنيتين كتبهم جنة جنة يا وطنة اللي هي أشهر أغنية بالوطن العربي عمرها 45 سنة وانا صغير وغنوها جيل جلالة مع المطرب ها الأصل رضا الخياط ثم بدأت شميسة يا شميسة الأطفال بعدها التبه لي الفنان سعدون الجابر وبدأنا بأغنية توجناها بأغنية يا أم يا أم الوفا هلا بيك هلا يا برج أبغاني لحنوا من بريق حمدي ما استمرت لأنه إحنا داخل العراق وظهروا فنانين شعراء آخرين وسعدون جابر حب ينوع ويلون ومن البداية يتعامل مع مجامع يعني ما يخلي بأغنية في ألبوم واحد أغنيتين لشعر واحد هذه متنوع متنوع فظل متنوع مع الآخرين أنا السفر اللي خلاني مختص فقط وانا كتبت للكل طيب هل ندمت مرة من المرات على كتابة أغنية لفنان ما أعطيته ألحانك أو عفوا أشعارك نعم تصير بس ما في داعي لذكر اسم ليه ما في داعي ليش هو الموضوع نطوع ليش إحنا نبتع لك ندمت بداخلي لأنه ما عرف يغنيها ولا لأنه أساء التعامل معك أسباب عديدة أحانا هذه وأحانا ما عطاكش حقك لا تبقى الصداقة تبقى العلاقة طيبة من قصد الصداقة لكن أواطوع عليها بعد عامل مرة ثانية أحسن طيب من أنكر مرة فضلك عليه من الفنانين ما فيها أي فضل هي الحياة متراكبة يعني وعدة تكمل بعض يعني إحنا نكمل بعض بكل حياتنا كل حياتنا نكمل بعض لازم نفيد بعض لازم تبدل بداية من شخص معين يعني لابد للتلميذ من أستاذ لابد للصديق من مشورة فيه يصير نكران بها الحياة لازم يعني ناس تشوف قصيدة لا تشكول الناس كثير لخصت هذا بدون ما أذكر اسم صحيح هي قصيدة قوية جدا اللي عليه اللي هو هو نكر يتذكر قول ما يعرف شو أكثر من هذا أنا وصل الصورة للآخرين بدون ذكر الاسم يثير العدوات ما يسول وإحنا في بلد السماح والتسامح فأنا حتى لا تشكول الناس فتحت لي آفاق أكثر من مئات الأغاني طيب ما هو الجانب المظلم في عالم الفن هو كثير جانب مظلم في عالم الفن يعني المفروض فيها عدالة يعني جانب المظلم النجومية خطرة مو أي شخص يتحملها والتغيير بين يعني لما واحد يريد ينجح ويتكامل يلازم معقل ووعي عالي عنده بحيث يكون بهذا المستوى بحيث يعامل الناس على أنه مثله يعني الغرور تتحدث عن الغرور الفنانين الغرور تغيير بالصفات بالشخصية بكثير ومتتغير وبعدين نعطي لبعض الفنانين الرائعين حقهم لأنه ما بيمكانهم أن يرضوا كل الناس ولا بيمكانهم أن يردوا على مكالمات كل الناس ويجامل كل الناس طيح هنا تصير انطباعات عنهم يعني أنا واحدة من الناس كنت معجب وأنا صغير في فيروز وعبد الحليم يوم ما جيت زرة مصر هذا كان حلمي وصرت شاعر ومعروف وقمت أجلس مع الفنان أسمح حكايات بعض الحكايات ما بود أسمح عن عبد الحليم يقولون عنه كذا وكذا قلت لهم رجاء ما رد أسمح هذه أريد الصورة الجميلة الحلوة العندي عن عبد الحليم فتى هذه الأحلام اللي كنا نمشي عليها أو ما أريد يصير خلاف بين شاعر ومطرب أنا حبيتهم لما اختلفوا الرحابنا مع فيروز إحنا بآخر الدنيا تعلمنا تعلمنا وليش لأنه نقدمونا ثمرة جميلة وحلوة شكرا جزيلا لوجودك معنا في برنامج السؤال الصعب الشاعر العراقي كريم العراقي ربما ننهي بكم بيت من الشعر نعم والله أنا ما مرتبع بصراحة بسرعة خلاص اللقاء خلينا استثرت كم لحظة قصيدة اسمها الشاعر تفضل أشرق أم أغرب أم أطير فشعري والهموم هما السرير وآلافا من الأبيات أبني لها يأوي المعذب والفقير وبيتي غيمة فإذا غفوت أطاح بغفوة المطر الغزير فمن جبل إلى حقل لبحر ومن خطر إلى خطر أسير سلكت مسيرتي وبها قنعت وأعلم أن مسلكها خطير أخ السياب والحلاج عمي وبشار بن برد أبي البصير لو أن الشعر يتبعه ثراء بنى قبل الفرزدق أو جرير وخير الشعر ما عبر المنافي وردده المهجر والأسير وخير الشعر ما غنه شعب له نصر به وله نصير وناصر كل ذي قلب جريح وأجهل ما يخط لي المصير وما الشعراء إلا قلب أم لصرخة كل طفل يستدير ملأنا الأرض أزهارا وحبا وفي أعماقنا هم كبير ونقضي العمر نكرانا ونفيا وبعد الموت سأعلاما نصير شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ كريم العراقي أسعتنا بوجودك وبإلقائك كل هذه الأشعار وهذه الأبيات الجميلة شكرا لوجودك معنا شكرا أشكر متابعتكم لنا يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات السابقة على منصاتنا الرقمية لقناة سكاينيوز عربية في السؤال الصعب شكرا